طبعاً أكو قضية مهمة الاستثمار هو ليس فقط عملية الفلوس وخلق فرص العمل الاستثمار الآن الدول تعتبره جزء أساسي في الأمن الوطني يعني المملكة العربية السعودية يدخلها يومياً مليار دولار بسبب حجم تصديقها للنفع ولكن هي تسعى إلى جذب الاستثمارات لأن تربط المصالح مال البلدان عدهة مما يقلل الخطر عليها احنا بالعراق محتاجين هذا الشيء بعد أكثر من غيرنا واقع الحال دخول الشركات الأجنبية والأقليمية إلى العراق يقوي مركزنا يقوي من الأمن الوطني وليس فقط دخول الفلوس احنا بالعراق ستعفار أكو مشكلة عنيناها 1980 بدنا الحرب وإيران هذا بس أنطيش اللي صار خلاله احنا من بدينا الحرب 1981 1981 1981 على كل اللي صار العالم كله كان يبعث أولاده إلى بحثات احنا نقوم بنا نرسلهم إلى الموت يبني بنا تحتية احنا نشتري سلاح الصاروخ بكذا ألف أو كذا مليون بها الأثناء العالم وصل ليعيش 2024 وإحنا أنظمتنا ووضعنا 1980 هذا الفارق كبير احنا فقدنا ثلاث ثورات هزة العالم ثورة الآي تي بالثمانينات اللي احنا ما شننا جزء منها اللي شننا تحت الحصار ثورة الانترنت بالتسعينات أيضا احنا مو جزء منها والآن ثورة الذكاء الاصطناعي أيضا احنا مو جزء منها ليش أسانا احنا مو جزء منها احنا لأنه نظام التعليمي 1980 نعم احنا اللي داي صير بس عشرين سنة